ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله والذي ضمر مساحات شاسعة من الساحل الغربي لليابان وأظهرت لقطات تلفزيونية عرضتها قناتنا يابانية الطائرة وهي تسير على المدرج والنيران مندلعة من الجزء السفلي لهيكلها وقال متحدث باسم الخطوط الجوية اليابانية إن الطائرة التي اشتعلت فيها النيران بمطارها نيدا الدولي كان على متنها أكثر من 300 راكب وقالت وسائل إعلام يابانية إن الطائرة اليابانية المشتعلة استضمت بطائرة تابعة لخفر السواحل بينما كانت تسير على المدرج وأدى الاستضام إلى اشتعال النيران في الطائرة وكتاب أحد شهود العيان على موقع X انفجرت طائرة أمامي وشارك مقطعا لطائرة الركاب وهي تحتارق في حين أفاد التقارير بأنه تم إجلاء جميع الركاب من الطائرة المشتعلة من مطار توكيو كما تم الإعلان عن فقدان خمسة أشخاص على متن طائرة خفر السواحل اليابانية بعد الحادث الاستضام